في ظل سلطة حزب العدلة والتنمية تضاعف عدد المعتقلين في البلاد بما فيهم السياسيون المعارضون الذين باتوا يشكلون الأغلبية بعد أن زج بعشرة الألف منهم في أقبية المعتقلات بسبب آرائهم وانتقاداتهم للنظام التركي ورئيسه رجب أردوغان في هذا السياق أكد تقرير الإحصاء الجنائي سنوي لمجلس أوروبا أن حوالي 300 ألف شخص يقبعون في معتقلات النظام التركي لغاية كانون الثاني 2021 في ظل إداء بالنظام على شن حملة قمع واعتقالات تطال عشرات الألاف من المعارضين منذ محاولة الإنقلاب المزعوم عام 2016 وكشف التقرير أن عدد المعتقلين الهائل في أقبية النظام تضمن أكبر عددا من الأطفال إلى جانب أمهاتهم مسجلا أكثر من 800 حالة فيما كان الرقم أقل من 200 في معظم البلدان الأخرى التي شملها الإحصاء تقرير المجلس أشار أيضا إلى أن معتقلات نظام التركي تحتل المرتبة الأولى من حيث الكثافة والتي تبلغ عددها حاليا 374 في ألجاء البلد شيدت أكثر من 90 منها في السنوات الخمس الماضية بفق بيانات وزارة العدل التابعة للنظام وتشير تقارير الحقوقية إلى أن عدد المعتقلين زاد بشكل كبير في عقب محاولة الإنقلاب المزعومة كما تضاعف عددهم إلى أربع مرات على مدار العقد الأخير في ظل سلطة الحزب الحاكم علاوة على أن ظروف الاعتقال في معتقلات النظام ازدادت سوءا نهيك عن الانتهاكات التي تحولت إلى ممارسة يومية شكرا